أنا بس اللي عايز أقوله إيه أنا مش مرتاح لهذا الأمر فكرة إذاعة الإعدام على الهواء يعني أمر غير مريح بالنسبة لي شايفوا يعني طبعا حضرة القادي له كل التبجيل واحترام الرأي نحن لا نتحدث الآن في تفاصيل القضية نحن نتحدث في مسألة إجرائية أخرى وأنا شايف إنه عمر ما بث الإعدام أو عدم بث الإعدام حيكون هو ده اللي يخلي الناس ما تقتلش بعضها لن يكون راضعا يعني أنت لما تحط فيديو زي ده زمان لما حدست هذه الوقاعة مرة ما كانش فيه سوشيال ميديا أنت الآن عايزني أخلي الفيديو ده على السوشيال ميديا وكل يوم أي شاب صغير كبير حد قلبه خفيف حد أي حد يدوس فيشوف الراجل وهو مدلة برقابته وهو بيتم إعدامه ده إحنا فيه أفلام سينمائية لا يعني لا تضع المشهد كاملا ده ليه مش حقيقية مش عارف حاسس إنه يعني وطبعا المقارنة والمقاربة أنا بختلف فيها مع حضرة القاضي هذا رجل منفلت عصبيا راح أتى للبنت في الشارع فده تصرف إحنا مش لازم نقيس عليه يعني مش لازم إحنا كمان فيكون إنه يعني بما إن هذا الأمر يحدث على الهواء ومصور وكممكن على فكرة ما يتصورش وكممكن ما يتشافش فإحنا كمان نروح جايين في الإعدام وبعدين المشرع عندما يغير إنت بقى إيه كل شهر مثلا عندك إعدام ولا حنوعب بقى نقول لا ده ده الإعدام ده نجيبه لا ده ما نجيبوش ويبقى فيه برنامج اسمه الإعدام اليوم وده مخصص وش معنى جبنا ده إعدام وجب يعني أنا أرى إن هذه المسألة إنسانيا يعني أنا مع إعدامه مئة مرة عشان بس الناس بنتفهمنيش غلط إنما أنا مش مع يعني خلاص أنا عرفت إنه أعدام خلاص فيه قصاص وحسيت أنا بالقصاص وفهمت أن هناك قصاص وعدل وإن الراجل ده أعدم خلاص إنما أشوفه كمان يعني ما عرفش ما عنديش أسباب يعني علمية يعني جايز الكلام ده يتكلم فيه علماء النفس علماء الاجتماع أسادزة القانون إنما إن أنا أخلي عمليات الإعدام على الهواء مش عارف حاسس إنه أمر كتير وإحنا لو بصينا وأنا عادت أبص مين الدول اللي بتعمل ده بصراحة يعني مش عارف كتير وأنا مش عايز أستخدم ألفاظ كبيرة لإنه أنا بقول لحضراء جايز فيه ناس كتير بتقول لك أيوة طب ما أقول الأب ده بقى أننا نروح ناخده في مدان عام يعني يعني ناخده في مدان التحرير والناس بقى تتلموا كلها وتشوفوا هو بيعدموا إيه ده يعني أقصد دي مسألة تبقى صعبة شوي عزرا حضرة القاضي أنا لا أتحدث عن أحكامك ولا أتحدث عن القضية ولا بناش الحكم أنا أتحدث عن مسألة إجرائية وده اقتراح جايز طبعا أنا رأيي أقبل أنه يبقى غلط وجايز فيه ناس ممكن تتعاطف قوي مع أنه إحنا نعب بالليل أنه النهاردة الساعة تسعة ونص إعدام المتهم في قتل نيره ده هاي بشكله عامل إزاي ده واقع والناس اللي بتتفرج عامل إزاي أنا يعني في هذا الأمر ده رأييي أنا شخصيا أنا ما بشوفه ده فيلم سينما وهم ملبسين واحد البدلة الحمراء وبيقرؤوش هذا ومجرجرينه ورجله ومش قادرة تشيله يعني مثلا ده بيبقى مجرم جاسوس مش عارف إي حاجة دراميا يعني أنا ما بقدرش فيلم أنا جايز جايز فيه ناس تحب وترى أنه إذا ماشد يعني جيد وراضع الجريمة ستظل معنا العمر كله